تحذيرات متصاعدة من تدعية الاحتكار الحكومي لخدمة الانترنت في العراق بعد إصرار وزارة الاتصالات الحالية على تنفيذ مشاريع وصفها مختصون بأنها مخالفة للقانون والأنظمة المعمول بها عالمياً بحسب مركز الإعلام الرقمي الذي أكد أن سياسة وزارة الاتصالات والتقسيم المناطقي لتوزيع الانترنت تسببا بمشكلات تتعلق برداءة الخدمة في العراق على الرغم من بيع هذه الخدمة بأكثر من خمسين مرة من سعرها سكان مناطق غربي بغداد كانوا المتضرر الأول من سياسات الحكومات المتعاقبة التي سمحت لشركة واحدة تابعة لجهات معينة بالاستحواذ على الحصة الأكبر من سوق الانترنت في البلاد معضر بمصلحة المستفيدين بحسب لجنة الاتصالات النيابية التي حملت وزارة الاتصالات الحالية مسؤولية تردي خدمة الانترنت في العراق مؤكدة أن الوزارة ستقوم بتقسيم البلاد إلى خمس مناطق لتقوم شركة واحدة بإصال خدمات الانترنت لها مبينة أن الأمر لا يخلو من شبهات فساد عقب أجبار المواطن على التعامل مع شركة واحدة دون غيرها أو وجود بديل يمكن أن يلتجئ إليه في حال تعثر هذه الشركة خبراء تقنيون أكدوا من جانبهم أن هناك حلولا يمكن أن تعالج مشكلات سوء خدمة الانترنت في العراق أبرزها إن شابونا تحتية متكاملة وتخفيض الأجور الكبيرة لإدخال سعات الانترنت للبلاد فضلا عن إلزام شركات الانترنت بإصعار محددة وسرعا تتناسب مع هذه الأسعار مع تحديد معايير معينة لمحاسبتها في حال أخلت بعقدها مع المواطن تدعي خدمة الاتصالات فالعراق ولد غضبا شعبيا ضد سياسة الاحتكار لهذه الخدمة لا سيما بعد أن وصفت خدمة الانترنت بأنها سوق وهمية بسبب بيعها بأكثر من خمسين ضعف سعرها وسط حديث عن تواطئ حكومي وشبهات فساد كبيرة مع بعض الشركات التابعة لكتل سياسية وأحزاب في ملف للسحواد على عقود الانترنت في العراق ترجمة نانسي قنقر